السلام عليكم ومرحبا بكم من تتبعين القناة خديجة ام فاتيك انتبنا تكونوا بخير وعلى خير انتو ما تشاهدوا هذا الفيديو قبل لا نبدأ وان شاء الله نصلي على النبي الله ما صلي وسلم على سيدنا محمد على عالي اصحابي اجمعين اقتراحي الغندقاسم معكم اليوم تاني مرة ان شاء الله رزيزة بطريقة سهلة مهلة وغادي انطيبها في الفران اللي كتجي رائعة جدا ما غادي استغنى ولا حي دي العقز ونوضي وجدها ما كتديش الوقت نهائيا واحد طريقة لي سهلة مهلة عوتاني الى كنتوا اول مرة لكم زيارة القناة ما تنسوش الله يخليكم بارتاج للفيديو شي تعليق يكون محفز للقناة يكون زوين بحالكم وضغطوا على الجرس كي وصلكم كل جديد يالي فضلا منكم وليس امر شكرا بزاف تابع اختكم خديجة شكرا ولكم جزيل الشكر لا تنسوني شو الله يسهل امركم في اللايكات والشراكات ديالكم هانتو ما كيفاش كاتش كاتش غزالة اراه تانى مرة تنوجدها معكم ان شاء الله بهذه الطريقة هذي غير هذا المرة سنطيبوها في الفران اللي كاتجي يزوينا سهلة مهلة مقارمشاق وكد يعني غتعجبكم بزاف بسم الله على بركتي الله هنا في قصرية فاش غادي نعجنها عندي هنا كيلو ديال دقيق دقيق ارتب او الفورس ندير شوية ديال الملح بتاع ديال بدوق اخواتي الله يسهل عليكم ديروا لي يعني تابع اختكم خديجة ندير واحد المعلقة كبيرة ديال العسل ممكن ديروا معلقة دياس كاساني دا الماء يكون شوية دافي لانه بحيد الجو بارد غا نديروا الماء شوية دافي ونجمعها يعني الطريقة عادية غير هي تكون شوية قاسحة تكون قصح من المسمن او الملوي غير هي ما كان عجنوش غاية شوية كنت ديال ونجيبه وصع فيه غا نبلي غاية ديا في شوية ديال زيت باش ما تلصقش لنا على هدك الكيس بلاسي كيفاش غا نخلي واترتاح هنا يا رايت اما مشوا نجمعه الدنيا ونوجده باش غاية نخدموها اللي هي يعني الطريقة سهلة ولكي راح في الساعة خواتينا ركن غسلت الماء عنو كان وكان وجد في الغضاء وكان نوجد فيه هي هنا خاصة في الفران ما كديش ان الوقت نهائيا هنا غادي ندردر شوية ديالتقيق او الرش شوية ديالتقيق او الرش شوية ديالتقيق رش هكا خفيفة باش ما تلصقش لنا وغادي نجيبه وقطعها ونقطعوها انا هنا كنت غاية غير الاربعاز لكن جاتني بزاف لانو حيث في الفران مش بحا ديال المقلع اخواتي ديالتقيق ديالتقيق كبيرة هنا غادي نديرها على خمسة يعني كيلو جرام ديالتقيق خرج خمسة ديالرزيزات ولكن ما شاء الله رام كبار ما شاء الله لانو في الفران لو كانت في المقلع غادي نديروهم صغير يعني لو كنا نطيبنها في العني على البوطة هنا غادي نديرو على شكال طولي باش غادي ندوضو بسطوها كي تشوفو معايا غادي نجمعها هكا قادرت خمسة راكل شي قبلتكم والطريقة اللي كعجبتني بزاف بزاف اذا صالحها جاتني هي يعني الخدمة ديالها جاتني سهل من الملوي غادي نغطيها غادي شوية ترتاحنا اخواتي شوية ندرجو معا الكبار ديال الزبدة اللي يدوبتها مزيان حتى تبدو اللون ديالها وزها الزيت انا كندرت قد الزيت قد الزبدة وطبق على حساب الاتسالة اللي يرى انا غادي نزيت لك يرى هادا كشير قدني فيهم بخمسة هنا جبت الدلك اللي بديت كندلك فيها يعني كنا انا ورق فيها ما انا ورقواش بزاف غادي شوية اخواتي ورغبت بالكم ان تكونوا غليدة لا ماشي غليدة هانتم اخواتي الطريقة هذي عجبتني بزاف بزاف مرة اخرى كنشكر اللي خرجتها اول مرة صرحة لها زازيل الشقر هنا حاولوا اخواتي اه لديرو هاكم قادم علاش باش يجيونا ذوك الاشريطة اللي غادي نقطع قد قد ما يجينا شي طويل وشي هادا بل كنكونوا اللوفي علي يدينا كيبقى شي كي يدير مهم كي تجيكم شنفة مهم ديرو بحل ما هاكا سوف نجيب الجرارة الحلوة او دير شباكية وصافي نقطعها كقطع صغيرة بحركة وما تتخلعوش تقولوا اللارا غليدة اللارا عاد غادي نضوز ونجبتوها الكرة ما كتش نلوق بزاف ما تتخلعوش شي هنا صافي هنا من بعد ما قطعتها كاملة هذي الرشها بذيك الزبدة والزيت اراني رشها اذا كساطح العامل من اللي تقطع فيها در شوية الزيت باش ما تلصقش لينا مش بحلو ما اللي كنا كان نقطع فيها وهذا كان غير دقيقة صافي كان جمع بات الشكل هادا هانتما وديرو زيان زبدة والزيت اراني رشها من هنا شو هانتما ديرو من هنا ومن هنا زبدة والزيت وغادي نحطها في حد البلاط وحدا يول على سطح العامل الى عندكم تيسع في منذرتوها هاكا صافي اخواتي وغادي بنفس الطريقة غادي ندير الخرينة يعني بخمسة ما شاء الله يعني شغان قولكم كيلو يعطيكم متبارك الله ما شاء الله يعني شغان قولكم هاتطريقة هذي ربهراتي انا بعتك هنا كان قادوا نبصوا هذيك العجينة وكان قادواها بيدينا مزيان باش يجيون قد قد صافي كنوركم هذيك الجرارات كنوركم مزيان باش تقطع لينا مشي ما ما تقطع شو ليش حد لا خص تقطع لينا صافي نكمل هكا هكا قطعتها كاملة وغادي نرش عاو تاني باديك الزيت والزبدة نفس الطريقة دي اللولة وغادي نشبعها بحالك بالاصابيع ديالي ونقلبها ونضير العاو تاني الزيت والزبدة ونحط حدا دوك اللولة فين حطيتها كترتاح حتى نكمل كل شي هي شحل ما ارتحت شحل ما كتعطينا الطوع هانتما اخواتي شو كديرا كتب لكم غلية دولي كان غادي ندوزولها ان شاء الله باش غادي نخدموه اهنا راني دهت اللولة جبتها وندوز لتاني لانو كنجبت اللولة نخليها ترتاح ورجع لالخورة بحال الطريقة اللي كانوا كيديروش حال هذي غير هذي سهلات لنا ولي اذا القطاعه او الجرارة ديال حلوه هانتما شو ما شاء الله بالنسبة القوام دياله شحال بغايتوها رقيقارة بكتتحكموا فيها غير هو ملي كانوا نجبدو هكا نحن كنديرو ذاك الزيت والزبدة مره مره كنرشو هانتو مره ما كتلاسق ماتش حاجه اخواتي والله العادي ما هانتو ماشو نخليها ترتاح هذي ونمشي اللولة اللي انا جبتها هنا قادي نديرها عاود نعاود نجبتها نشوف القوام اللي بغايتها هانتما اللي كتتحكموا فيه فهمتو هاكا اخواتي شوف ما عشاء الله شوفوا هانتو ما مره مره كندير زويته والزبدة اللي مدوو بين حدانة ما شاء الله كتشوفوا رحيت كبيرة لانو دي الفران تتكون كبيرة ما كتكون صغيرا بحالمقلة صافي هنا دو القوام اللي انا بغيت شو هانتو ماذا بغا نلوي علي الدي وولا تلوي على الكاس كيف المرة اللولة اللي حدرتها معاكم ولكن هاكا تدير علي الديكم كجي اسرع وفي الكاس فاش كجي زوينة او قرعان كتخليوها هاكا كملوي حتى تتبغوا تحيدوها صافي هناك تلوي عليكم وانا وركم حد طريقة اللي كتكونوا تلوي علي يديكم حيت بحكم تطقوا تدور وصبعكم بغي مو غادة تلوي عليكم بحركك ولكن قطعوها هانتو مانا غا نوريكم اخرى باش شوفوا مزيان لانو كتلوي عليكم كتجي هي خصتكم سر حال ما تكونش ملوية صافي نحاول نجبد مالي كان بغي نحايدة من يدي كنخشير اصعب ايدالي وكنجبدها صافي نحطها ثم ما نخليها ترتاح غا نجيب فاني واحدة اخرى ونحاول نجبدها تهية ونخليها على جانب ومشو نخدمو الخرى اللولى اللي جبدناها تهية وخليناها ترتاح غير جبدو ما تضربوش حسباني هاي يولا تقولوا غادي تلاصط مع بديتا لا اخواتي هانتو ما غايدلو لها بحال هاكا صافي ما تحاولوش لويوها هنغا مشو ندو زعوتين الخرى جبدوها شوية وعاد تيل لويها على ايدية بالنسبة كيف قطعها شوفو ما شاء الله ها شو كي ملوية غادي تقطعها مكينتا مشكل هانتو مكينتا حلات قطعها بحال ما هاكا وكملي بنفس الطريقة وغادي ناخد الراس اللي اخو اللي قطعنا وكن ندوروها عاو تاني كنحسوها تلوات لنا بزاف ولا شي حاجا عاو تاني هنقطعوها ما كين حتى مشكل صافي كندوروها بحال ما هاكا هي اللي تلواتنا عاو تاني هنقطعوه احنا غادي حتى نكمل شاء الله كل شي وكان حاول نجب دم اللي كنساليها هاكا كاملة ما شاء الله كن جبت مزيان بحاركوه جبتو 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 هاكا صافي غادي نحطها ترتاح هي خلي واخواتي ترتاح مزيان باش مالي تبسطوها تبسط على خاطرها هنا غادي من بعد مسائلته مهومة خمسة كتين تشوفوا قدرتم فضل بلاطو مسحت السطح العامل او البوتاجي غطيتم فدك كيس بلاستيكي وقليتم تقريبا واحد تولو تساعة عشان انتقيقة هنا درتم في الطاوة فران مشعلها من قبل يسخن فران الغاز انا غادي نضيف فيه سوف نبسطه لا تبسطه بزاف غيب حال ما هكا صافي اخواتي را مدرت لا زيت لا زبدة لا تأتي حاجه هم غير هاتك الزبدة والزيت اللي خدمنا بهم هم اللي شاعلت علي من الفران من الاسفل خليتهم مع وحد العشرين دقيقة حتى شوية تحمروا لينا من تحت بالنو طابوك هذا هاتهنا يكن نوريكم باش غاد ندهن شوية الزيت والزبدة اللي شايت اللي شايت اللي خدمنا بيه و غاد ندهنون من الفرق هاته غاد نشعليه لهم الامين الاعلى حتى يتحمروا لينا ونخرجوهم يجيون على الطريقه هادي ها انتم اتمنى ان يجيون طايبين في الول عشرين دقيقة اما بلكنها بطم تحت عيننا ميزان نتمنى ان شاء الله هتبعوا الطريقه هنا كنغطيهم بوحد الكيس بلاستيكي غير يبردون شوي وانا وما قداش نخلي ما عنديش الوقت وبغيت نكمل معاكم الفيديو يعني فتصوير نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد طريقه هادي نخلي موحد المدة وغادي رجع بشوفو معي ان شاء الله ها هما اخواتي كيفاش كيجي وكيجي رائعين ولا كان مالي كان بغون تناولوهم بامكانكم تحتافظوا في المجمد ديروهم في كيس بلاستيكي وديروهم في المجمد وقت ما بغيتوهم لكن شرط هاد اللي كيكون طيبين في الفرار خسكم تفوروهم عاد تناولوهم عكس ديال المقلة على البوطة هادو كيك تسخنوهم اما تتفوروهم ولا طيبهم هاك اتسخنوا في المقلة وتناولوهم اما ديال الفرار فضروري يخذكم تبخروهم باش كيير طعبوا لينا ويجيونا زوينين ونديرو معا مزبيدة كاي وكنتمنى ان شاء الله يجبوكم الاقتراحة ديالي احتل هنا تيكل فيديو ديالنا سلام اتمنى اللي قمتم في احسن حالة واحوال تهلا وفراسكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة